رغم مرور خمسين عاماً على نكسة حزيران فإن تداعيتها ما زالت متواصلة وسطغية بموقف عربي ورؤية مؤحدة حيال الصراع العربي الإسرائيلي رغم مرور خمسين عاماً على حرب حزيران يونيو عام 1967 فإن أسرار تلك الحرب وتداعياتها ما تزال متواليح لتكشف عن فصولها لا سيما الخيارات الإسرائيلية في التعاطي مع أي طارئ في مسار تلك الحرب مع العرب إلى حد لجوء إلى الخيار النووي وبموجب الخطة الإسرائيلية كما كشفتها صحيفتها أرس التي سميت خطة يوم القيامة تعتمد على تركيب رؤوس ذرية وتفجيرها في جبل بشبه جزيرة سيناء لردع مصر وسوريا والعراق عن مواصلة الحرب في حال شكلت المعارك خطراً وجودياً على إسرائيل وعلى الرغم من تباعد الحدثين فإن القلق الإسرائيلي من احتمالات حصول أي خلل في ميزان الصراع في المنطقة الذي يميل لصالحها هو ما دفع إسرائيل إلى استهداف البرنامج النووي العراقي في مثل هذه الأيام من العام 1981 أما تداعيات حرب حزيران على الجانب العربي فكانت قاسية وكارثية كشفت هشاشة الاستعداد للحرب وغياب التنسيق بين جبهات القتال ضد إسرائيل ونحن نستذكر هذه الأيام واحدة من فواجع العرب والتداعيات التي نتجت عنها هي من دفعت جمال عبد الناصر إلى الاستقالة وتحمله المسؤولية الكاملة عن هزيمة حزيران عام 1967 وعاش العرب بفعل ما أصابهم أقسى اللحظات من وطأة ما جرى خلال حرب الأيام الستة التي أدت إلى سيطرة إسرائيل على سيناء والجولان والقدس والضفة الغربية ولم يكن العراق غائبا عن دعم ومساندة أشقائه حيث شارك بحرب تشرين عام 1973 بأول الطلعات الجوية ضد الأهداف الإسرائيلية في سيناء كما لب العراق النداء بدعم الجبهة السورية بقوات النخبة التي وصلت على وجه السرعة وحمت دمشق من السقوط ومن أسرار حرب حزيران ما كشف عن أن استجابة عبد الناصر لدعوة القيادة الروسية التي أوصلها السفير الروسي في القاهرة عشية الحرب كان هدفه أن يعطي رسالة للعالم أن مصر لن تبدأ بالحرب معتقدا أن موسكو قد تفاهمت مع واشنطن للتهديئة ونزعفة للحرب غير أن الوقائع كانت على عكس ذلك ترجمة نانسي قنقر